هنأ رئيسه مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وهيئة الشرطة المصرية والشعب المصري الأبي بمناسبة ذكرى عيد الشرطة كما حيى رئيس مجلس الشيوخ الذكرى الوطنية العزيزة للخامس والعشرين من يناير من عام 2011 والتي أكد فيها شباب مصر على استمرار سرياني روح العطاء والفداء في صدور المصريين في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة لا تنسى لما بها من أحداث جسام ترتبط بتاريخها وتعبر عن بطولات رجالها ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يوما مشهودا في التاريخ المصري إذ نحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى من أروع ذكرات البطولة والفداء والوطنية وهي ذكرى عيد الشرطة المصرية التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام 1952 ضد المحتل الغاشم دفاعا عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها فخلده الشعب المصري في تاريخه فالرجال الشرطة المخلصين منا كل تحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله يقول له مصر واحة الأمن والأمان وينعم شعبها بالسلام والاستقرار كما نحتفل في هذا اليوم بذكرى وطنية عزيزة أكد فيها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 على استمرار سريان روح العطاء والفداء في صدور المصريين فكانت مطالبهم المشروعة خطوة يستكملون بها المسيرة نحو صون الدولة الوطنية ذات التاريخ العريق إلا أن الجماعة الإرهابية حاولت خطف الوطن وتهديد أمنه واستقراره فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتصحح المصار وتستكمل الطريق للوصول إلى دولة عصرية تقوم على أسس وطنية راسخة وفي هذا المقام يطيب لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهنئة القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإلى هيئة الشرطة المصرية وإلى الشعب المصري الأبي بمناسبة ذكرى هذا اليوم الوطني وكل عام ومصر قيادة وشعبا بخير وفي تقدم وازدهار